الرجاء لما أنت حزينة يا أروى؟ قطتي مريضة وأنا كنت سببا في مرضها فقد أطعمتها طعاما فاسدا هل أعطيتها الدواء ودعوت لها؟ نعم أعطيتها الدواء الذي كتبه لها الطبيب ودعوت لها بالشفاء وتعوت الله راجية أن يغفر لي هذا الخطأ غير المقصود حسنا تفاء لي خيرا سيستجيب الله لدعائك لها لأنك تعبدت إليه بأشرف العبادات وأجلها ولكني لم أتعبد إلى الله بل دعوته راجية فقط الرجاء يا أروى هو طمع العبد بفضل الله ورحمته وكرمه ومغفرته وهو يعد عباده هل قال الله تعالى ذلك في كتابه الكريم؟ نعم قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله وفوط رحيم وما فعلته يا أروى هو رجاء محمود وهل هناك رجاء محمود وآخر غير محمود؟ نعم فالرجاء أنواع وما هي أنواعه؟ هناك رجاء محمود وهو رجاء الله تعالى مع فعل الأسباب المؤدية إلى تحقيقه وله ثلاث صور وهي رجاء ثواب الله تعالى ورجاء المذنب التائب مغفرة الله ورحمته ورجاء عطاء الله تعالى وكرمه وواسع رزقه ممن يسعى في أسباب الرزق قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا منا رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا منا رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبون هناك النوع الثاني وهو الرجاء الكذب وهو الرجاء بدون عمل مثل رجاء الشخص المتمادي في الذنوب والمعاصي أن يرحمه الله مع إصراره على قطاياه ويسمى التمني أو الغرور وقال ابن القيم فيه رحمه الله الفرق بين الرجاء والتمني أن التمني يكون مع الكسل أما الرجاء فيكون مع بذل جهد وحسن توكل أما النوع الثالث فهو الرجاء الشركي وهو رجاء غير الله تعالى فيما هو من خصائص الله تعالى وهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام اذكر لي أمثلة يا أخي من أمثلة رجاء المشركين آلهتهم الباطلة في جلب النفح أو دفع الضرر ورجاء القبوريين من الأولياء أن يغفروا لهم الزلات وينجوهم في الدنيا والآخرة ولكن يا أخي هل يجوز أن أرجو الله تعالى أن يغفر لي وأنا خائفة منه؟ بل يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف من الله تعالى ورجاء رحمته وبهذا يصل إلى درجة من الاعتدال في الخوف والرجاء خلاصة ما درسناه اليوم وضحنا أن الرجاء من أشرف العبادات وأجلها وحددنا أنواع الرجاء وهي ثلاثة أنواع وهي الرجاء المحمود وهو رجاء الله تعالى مع فعل الأسباب المؤدية إلى تحقيقه وهناك الرجاء الكذب ويعني الرجاء بدون عمل والرجاء الشركي وهو رجاء غير الله تعالى فيما هو من خصائص الله تعالى كما أننا ذكرنا أمثلة على كل نوع وأكدنا على وجوب الجمع بين الخوف من الله ورجاءه